المسابقة أو التحدي في زوفيس كان مجموعة من المسابقات أول مسابقة اتعاملت على إحدى المواقع المشهورة جدا للسكاء الصناعي أنا عادة ببص على الموقع كل شوية أشوف لو في تحدي أو حاجة ظريفة أفكار لذيذة ممكن أشتغل عليها أول تحدي ده كان في حوالي ألفين فريق حول العالم وكان ده بداية الشغلة على الاكتشاف الحبر في المخطوطة لكن هو كان هدفه قبل كده بشوية أن في أجزاء وقعت من المخطوطة الأجزاء دي بنقدر أن احنا برضو نشوفها فإحنا شايفين إيه اللي جوه وعارفين إيه اللي جوه فنقدر أن احنا ندرب زكاء الصناعي تبقى مشكلة نوعا ما سهلة يعني وكان هدفه أن احنا نحاول نوصل أن عندنا أحسن نمازج زكاء صناعي نقدر نطبقها على المخطوطة كانت التحدي الأكبر بعد المسابقة دي أو الجزء ده من المسابقة أنه بعد ما فيه فرق كتير توصلت لنمازج كويسة جدا في الزكاء الصناعي لما حاولوا يطبقوها على المخطوطة ما قدرواش يشوفوا حاجة من جوه المخطوطة ومن هنا بقى أنا بدأت رحلتي مع التحدي والمشروع وبدأت أعمل تجارب يعني حوالي 3400 تجربة من 3400 تجربة؟ تقريبا أه خدت وقتها دي يعني احنا بنتكلم من شهر خمسة تقريبا أو من شهر ستة لحد شهر 12 يتراح ما بين 8 ساعات ل 16 ساعة في اليوم آخر شهر ده طبعا أنت والفريق اللي معاك الاتنين السويسر والأمريكي أنا والفريق والفريق دي